موسيقى السلام عليكم مشاهدين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من آخر طبع فيما بدأت سيناريوها جونيف 2 تتوضح باتجاه حل للأزمة السورية تعود محاور طرابلوس اللبنانية إلى الاشتعال بشراراتها شضايا حرب المحاور في المدينة الشمالية قد تمتد إلى كل لبنان تتصعد التحذيرات بهذا الشأن تحذيرات أخرى من خطر الأصولية والتطرف تعود لتظهر مجددا في الجزائر بعد معلومات عن اتقال جهاديين إلى دماج اليمنية وتخوفات من تداعيات ما يجري في مالي وليبيا وتونس قد تجر قدم المتطرفين إلى الداخل الجزائري فيما البلاد على أبواب انتخابات العين فيها على ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية الرابعة حول هذه الملفات سنبحث مع الصحفي الجزائري الأستاذ محمد عباس أهلا بك أستاذ محمد في السيديو الميادين أهلا أستاذ شكرا على الاستضافة الكريمة أهلا بك أيضا حضرتك ضمن الوفد المشارك في تكريم الماضي للجزائرية جميلة بحارد أيضا أهلا بك ضمن هذا الوفد لو نستطيع أن نتحدث حول هذه خصوصية هذه المناضرة بضع دقائق أستاذ محمد جميلة بحارد هي رمز من رموز الثورة الجزائرية هي مثال في كل العالم العربي أيضا ثورة الجزائرية هي ثورة بكل معنى الكلمة لا لبس على هذه الثورة إلى أي مدى نحن اليوم هناك نوع من أو بالأحرى نستطيع أن نفعل نوع من التقارب أو المقارنة بين الثورة الجزائرية ومن أشهدهم من ثورات على الساحة العربية ثورة ربيع العربي اليوم والله الحقيقة أن الجميلة بحارد بالحال كانت فدائية وفدائية محظوظة كانت تشتغل مع قيادة الثورة في العاصمة كانت مع الشهيد بن مهيدي هذا محسوب مسؤول فداء في قيادة الثورة كانت على صيلة بأبطال مثل ياسف سعدي مثل هذا علي عمار المدعو الأبوانت فكانت ضمن مجموعة من الفتيات المتحمسات الفدائيات جميلة الثلاثة فيه جميلة لا فيه يعني كانت ضمن طاقم آخر ضمن مجموعة فيها زهرة ضريفة التي أصبحت سيدة بيطات فيها ثانية اسمها سامية الأخضر فيها كذلك يعني الشهيدة حاسبة بن بوع لذلك كان طاقم كان محظوظ إلى حد ما من الفدائيات ليشتغلوا مباشرة مع قيادة الثورة نعم جميلة كانت أصيبت في عملية فألقي عليه طبط في ثمانية نيسان 1957 بعد كان الفرنسويين يعني كانوا بعد سلسلة من التفجيرات لاستهدفت محلات للمستوطنين مقاهي ومطاعم ونوادي فكان الفرنسويين يعني بدهم أنهم يعجلوا بالحكم عليها بالإعدام وتنفيذ حكم الإعدام يعني لطرفيه إلى حد ما والطرويه والتنفيذ على المستوطنين اللي ذاق بهم الحال كثير يعني نعم ففي هذه الطاربة بالحال استطاعت صديقتها هذه الزهرة ضريف تتصل بالمحامي الشهير جاك فارشيس ويعني يسويوا ضجة كبيرة يعني ينقذوها من الإعدام وهذا اشتهرت جميلة بهذا لأنها كانت أول يعني فدائية يحكم عليها بالإعدام وكانت يعني كانوا بصدد تنفيذ الحكم نعم طيب جميلة بحارد يعني كما تقول وكما تذكر هي كانت على صلة بقيادات في الداخل المقاومة الجزائرية كيف نستطيع يعني هذه الضجة تقول أن هذا الاتصال مع إحدى رفقاتها في الثورة وجاك فارشيس أحدى نوع من الضجة أو افتعلوا ضجة حول جميلة بحارد لكن قوة جميلة بحارد من أين تمبع هذا الرمز كيف أصبحت رمز جميلة بحارد من أين حقا هي معسوبة فدائية يعني تستحق هذا لكن تقول بأنه كان هناك فدائيات إلى جانب جميلة بحارد لا فعل ولكن كانت هي تقريبا مسؤولة عنها وكذلك كانت تميز بأنها محافظة سياسية من الطراز الرفيع أنها خطيبة مؤثرة فضلا على حماسها واندفاعها أحيانا إلى درجة التهور يعني فكانوا يعني يحرصون على أن ضبطها إلى حد ما حتى لا تصير تتحول شجاعة إلى نوع من التهور وتسيء القضية أكثر مما تفيد شفت كانت متحمسة كثيرا وكانت داعية رهيبة للثورة في الوسط النسوي بسيطة خاصة نعم إلى أي مدى المواقف التي أطلقتها جميلة بحارد داخل المحكمة حيث كانت تحاكم قد ربما مهدت أو ربما فتعلت نوع من هذا التوتر لدى الاستعمال الفرنسي لا فعلا يعني ناجح يعني أمنا فرنسا لن تستطيع قتل الثورة الجزائرية بقتل ما تبعتها هي تتبنى الثورة وتقول يعني تقريبا لا حق حتى أن تحاكم لأنها قضية الثورة وأنها يعني جندية وأنها يعني الجندي في تحالف الحروب لا يحاكم يمكن أن يؤسر ولكن لا يحاكم وكما أقولك كذلك كان داعي آخر رهيب هذا برجيس اللي استطاعني حقيقة يحدث ذجة بالتنظيم تعالى الثورة في فرنسا بسفقاصة وفي الجزائر نعم طيب إلى أي مدى هناك اليوم حاجة إلى رموز من أمثال أو مثلات جميلة بحارد في العالم العربي في ظل كل ما نشهده اليوم من تخبط ربما الوضع العربي كما تشاهدين يعيش وضع يعني وضع يستوجب يعني درجة كبيرة من المقاومة ومن الوعي ومن التضامن لأنه أصبحنا يعني مستهدفين تقريبا من الخليج إلى المحيط صارنا يعني مستهدفين بقواه أجنبية خفية تجد قواعد للأسف تجد أنظمة الحكم يعني ضعفة إلى حد ما فتفككت الجبهات الداخلية ما يسر يعني الأياد الأجنبية أن تعبث طولا وعرضا للأسف طب برأيك أستاذ محمد إلى أي مدى عملت هذه الأطراف الأجنبية بحسب ما تسميها على قتل الرموز داخل العالم العربي على إبعاد الشعوب العربية عن مبادئها الأساسية عن عدوها الأساسي أيضا والله تعرف الحقيقة الشعوب العربية أو الشعب العربي من المحيط إلى الخليج في وقت ما أنا أذكر مثل مثل الثورة الجزائرية كانت يعني حققت تضامن سامي لهذا التضامن العربي ثم التضامن الإسلامي حولها ما جعل هذا التضامن سند فعال جدا للثورة الجزائرية تعرف الثورة الجزائرية انطلق بإمكانية متواضعة جدا ولولا هذا السند العربي والإسلام الذي يضخمها وجعلها تركب حركة عدم الحياز وهي مزرد حركة وليدة لما حققت هذا الانتصار الكبير ضد قوة أجنبية رهيبة نعم جميلة بحيرد كما نعود ونذكر هي ليست فقط مثال للمقاومة هي أيضا مثال للمرأة إلى أي مدى هناك أو على من يقع مسؤولية إعادة هذا الدور للمرأة من خلال إعادة إحياء رمز كجميلة بحيرد والله المرأة في شعوبنا وفي الجزائر بخاصة المرأة تمتاز بالحماس وبالمقاومة يعني إلها رصيد كبير في المقاومة قبل جميلة كانت الكاهنة وقبل بعد الكاهنة كانت فاطمة سومر يعني من حين لآخر يضعف الرجل فتأتي المرأة بحماسها وتحمل البندقية فيعاود يتحمس من جديد ويركب الموجة يعني تعرفين لما تكون في قوى ما فيش توازن في القوى أحيانا حتى القائد عسكري ينتابوا نوع من الفشل فتأتي المرأة بطريقة يعني أحيانا توفق مثل ما وفقت الجميلات وكثير من النساء العربيات في كثير من المحافل والحقيقة أن في المغرب العربي للمرأة حضور سياسي حتى في التاريخ طيب اليوم هناك ربما تحوير لدور المرأة ما نشهده في بعض الأزمات ما نشهده في بعض البلدان السبب في ذلك برأيك يعني والله المرأة الآن راح تنظم نفسها شيئا فشيئا وأحسن فأحسن وتفرض حضورها ويعني في تقديري أنا بطبيعة حال الكائن الاجتماعي هو واحد زايد واحد يسوي واحد يعني مرأة ورجل يسوي أسرة أسرة واحدة فما فيهش فرق بين المرأة ورجل وهي يعني مرأة يعني مقاومة أصلا مثلا هذه زميلة زميلة جميلة أبو عير سامية الأخضر هذه مشات معها والدتها لتنفيذ عملية والدتها ما شاءت معها ونفذتها معا العملية الفدائية يعني والدتها كانت تظن لها نوع من طغط شبت يعني هذه المعنى أحيانا الأم تقعب أم بسيطة ولكن تحمل قضية لأنها تحمل طراث طراث الشعب طراث المقاومة طويلة وعريضة لأن شعوبنا هذه عريقة يعني شعوب المشرقية وإلا الشعوب المغاربية عريقة جدا لأن عندها قرون في الحضارة طيب كأحد أبناء الجزائر أيضا تقول إن لديك ذكريات عن الثورة الجزائرية ما الذي رسخ في ذهنك أكثر عن الثورة الجزائرية وحين كنت تسمع باسم جميلة بحارد أثناء الثورة الجزائرية ما الذي كنت تتقلل؟ نعم بالحال كنا في جو الثورة نعم كان بيوتنا مفتوحة للفدائيين نحن تربينا مع الفدائيين نعم وأنا شخصيا كنت شاب شوية مراهق طويل شوية كان لباسي يصلح للفدائيين أحيانا يتنكرون بلباسي شفت يعني كنا داخلين في جو الثورة نعم وهذه الثورة شعبية تم تحضير لها بطريقة جيدة جيلين من الوطنيين لتعذبوا وتمحنوا باش قدروا يعني يوصلوا إلى يكونوا قاعدة اجتماعية واسعة للحركة الثورية بحيث بمجرد ما أشعلت جبهة تحرير الفتيل ليلة فتح نوفمبر انتصر هذا الفتيل في قاعدة اجتماعية واسعة ومن هذه القاعدة الاجتماعية انتصر إلى عام الشعب إلى أوسع فئات من الشعب بحيث ضيقت الثورة على الاستعمار سياسيا فما استطاع أن يلقى عميل يرفع راية القوة الثالثة أو القوة البديلة ايضا أكرر الفكرة كأحد أبناء الثورة الجزائرية بما أنك كان لك دور في هذه الثورة الثورة الجزائرية ما الصرخة التي توجهها اليوم إلى مختلف شعوب العالم العربي والله الثورات هذه حاجة ذاتية يعني أن الشعب يشعر في مرحلة معينة أنه ضد قوى أجنبية أو حتى قوى محلية يعني ظالمة ينظم نفسه بطريقة وأنا استحسن أن الإنسان لا يستعين بالأجانب لا يستعين لأنه مثلا نحن عندنا دروس حتى من الدول المتطورة هذه نعم دايرين قاعدة ذهبية أن الأمور الداخلية لا ندخل فيها الأجانب نعم لأنه إذا كان فتحنا باب المجانب باش نكون يعني خسارة رهيبة وعنا للأسف عندنا أمثلة العراق أفغانستان ليبيا نعم وينما يدخلوا الأجانب بطريقة يعني هكذا توقع كوارث للأسف نعم نرأب شعر المشاكل ونحن ندفع ثم شعوبنا يدفع ثم بالفعل طيب ننتقل الآن أستاذ محمد إلى جولة على أبرز عنوين الصحف العربية مع زميلة غادي غنطوس ندخل بعدها في نقاش حول آخر تطورات موضوع الانتخابات داخل أجل سائر السلام عليكم اجتداد الاشتباكات في مدينة طرابلس شمال لبنان موضوع بارز في عنوين بعض الصحف العربية الصادر اليوم والبداية مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية الاشتباكات تتجدد في طرابلس وقادة باب التبان يتهمون جهات مشبوهة مقتل وإصابة العشرات والجيش اللبناني يتدخل مصر تصوغ دستورها وتخطو باتجاه خارطة الطريق عمر موسى أكد أن مواده تمهد لعودة القوة النعيمة للبلاد أجواء تفاؤل في بورصة طهران وسوق الصرافة بعد الاتفاق النووي رحاني ينوه بأوباما كمتحدث لبق ومهذب وضريف سنحدد بأنفسنا مستوى التخصيب بغداد تعرقل الاتفاق النفطي الكردي التركي بوقف الرحلات الجوية الخاصة المالك يطلق حملته الدعائية مبكرا استعدادا للانتخابات البرلمانية إلى صحيفة الديار اللبنانية الجولة الثمانية عشرة انطلقت والخطط الأمنية لم تنجح وليل طرابلس كان لاهبا أعنف الاشتباكات بين جبل محسن العلوي والمحاور السنية بالمدفعية والرشاشات الثقيلة عدد القتل ارتفع ليلا وجرح الجيش تسعة بينهم ضابط والمدنيون بالعشرات السانيورة سيلتقي بري والراعي بشأن الاستحقاق الرئاسي بري سيعمل وفق الدستور لإجراء الاستحقاق في موعده مصادر بكركي لا مبادرات جدية بشأن الاستحقاق والزيارات عادية ضريف طلب موعدا لزيارة الرياض إلى صحيفة الأخبار المصرية إقرار 138 مادة من الدستور والباقي اليوم الصحف والأحزاب بالاخطار ونظام الحكم مدني الأخبار تنشر نص مواد الدستور الجديد أما صحيفة الوطن السورية فعنونات معركة الغوطة الشرقية أم معارك دمشق وارفها الجيش أحبط محاولات كسر الطوق وبدأ منذ أمس هجوما عنيفا على الإرهابيين دمشق وطهران نجاح جنب الثنين رهن بإيقاف الإرهاب مباحثات لتعزيز التكامل والتنسيق مع إيران والمقداد يهاجم الأنظمة الغبية المنحطة ويحذر الأردن أما بصحيفة الوسط البحرينية فنقرأ الداخلية تمنع الصلاة بموقع مسجد أبي ذر والجعفرية تنفي تحويله لحديقة وتتعهد ببنائه البحرية الأمريكية لا نية ولا خيار لمغادرة البحرين وأخيرا إلى أبرز مجاء في صحيفة الخبر الجزائرية الجزائر في غيبوبة رئاسية غامضة وزحزحة الدستور وتماطل في السمعي البصري تغييرات كبرى داخل مخابرات الجيش بعد تحويلها إلى سلطة الفريق فايد صالح وبهذا العنوان نصل إلى الختام عودة إليك دينا شكرا لك غادي أستاذ محمد الجزائر في غيبوبة لماذا الجزائر في غيبوبة؟ والله تعرف الصحافة تبالغ شوية فالرئيس الحمد لله ليس في غيبوبة حذرتك صحافي صحافي ولكن بالحال الصحافة حقيقة صحافة في الجزائر الصحافة الحرة عمرها 24 سنة بس لا زالت أحيانا تعاني بعض مظاهر المراهق فشايف يعني أنا فيه شوية مبالغة على كل حال الرئيس مريض ولكن الجزائر ليس في غيبوبة فيه بسحال استحقاق رئاسي قادم في نيسان القادم حول هذا الاستحقاق هل سيترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة؟ والله على حساب المعطيات الآنية أنه سيترشح ما هي هذه المعطيات؟ أنه ماسك بزمام اللعبة فإذا كان يعني لم تتضهر حالة الصحية فمن مؤكد أنه سيترشح مثلا سوى رجاله في أهم المواقع مثلا في المجلس الدستوري الداخلية في الأعدالة في الإعلام يعني ما بقى شيء أغلق باب الاجتهاد على منافسين يعني وإحنا الأمور عادة يعني أمور إذا كانت بهالشكل تصير مرتبا لصالح الرئيس القائم طيب هل الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة يسمح له بترشح لولاية رئاسية رابعة أن يخذ زمام الحكم لفترة سنوات مقبلة خمس سنوات مقبلة؟ هذه في كل حال فيه اجتهادات وواضح بما نرى الحالة تعوصيحية أنا شخصيا أعتقد أنه ما يستطيع يعني لا يستطيع لكن تقول بأن معظم المعطيات اليوم تشير إلى أن الرئيس بوتفليقة سيترشح لهذه هذه حسابات النظام القائم حسابات النظام القائم أنها مرتبة على هذا الأساس واستطاع رئيسا يرتب الأمور حتى في الجيش بكسب هذا القائد الجديد هذا صار حقاية صار يعني من الموالين للرئيس ومن الموالين كذلك العهدى الرابعة ممكن أن يسكت الأصوات المناهضة لهذه الفكرة في الجيش نفسه طيب إذا مناظرنا لذلك أيضا في المقابل إذا مناظرنا إلى هذه الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة هل هذا سيعيقه سيمنعه ربما سيتخذ قرارا بعدم الترشح نظرا لهذه الحالة الصحية خصوصا أنه سيأخذ حملته حملته الانتخابية هل هو قادر؟ تعرفي لذلك الرئيس الآن هو رهينت شلة رهينت شلة لتحكم ممكن تحكم به وهو متعب وتتمنى أنه يبقى وهو متعب لا تراعي حساباتها الخاصة ولا تراعي الصحة حسابات النظام على المدى الطويل ولا حتى حسابات الشعب نعم في المادة على مقاطق الثمانية وثمانين من الدستور الجزائري تقول أنه بحال تعرض الرئيس لحالة صحية معينة أو بحال كان هناك نوع معوق ما أو حال ما يتم إقالة الرئيس وتسليم رئيس المجلس الدستوري بالإنابة هذه الرئاسة لغاية الدعوة لانتخابات رئاسية مقبلة لا يمكن لرئيس المجلس الدستوري الحالي أن يفعل هذه المادة ولا للبرلمان أن يفعل هذه المادة لأنه مكامل من رجالات الرئيس طب أين دور المعارضة أيضا في ذلك معارضة يعني معارضة هزيلة جدا مثلا لما شوف تشكيلة على البرلمان الحالي أغلبية صاحقة لصالح الحزبين المواليين للرئيس جبها التحرير والتجمع الديمقراطي للمعارضة أصوات بعد يعني المعارضة الإسلامية التي كانت تشكل تهديد جديد تفككت بشكل رهيب لماذا أسباب هذا التفكير؟ بحيث أنه فيه يعني بطبع تشجيع من النظام نفسه وأنه يخلق زعامات وزعامات هذه تتركب يعني رأسها وتصير يعني الطالب وبمكانة متميزة في الحزب إذا كان يعني لم يوفر لا توفر لهذه المكان تصير دير حزب نفسها مثلا حزب شيخ نحناح رحمه الله هذا حماس حمس حركة المجتمع السلمي حركة المجتمع السلم صاروا الآن خمسة شفت حزب النهضة صار ربعة ولا خمسة شفت نفس الوافهتة تعددية كبيرة غير موضوعية يعني مثلا عند أكثر من ستين حزب وفي وضعية لا تسمح بأكثر من خمسة أو ستة حزاب نعم طب على المستوى الشعبي يعني ما هو رأي الجمهور الشعب الجزائري أني خبير الجزائريين بهذا الموضوع والله حقا يبع سب مثلا واحد معارض يقول لك أن الشعب يعني على بكرة أبيه رافض لهذه الفكرة هذه أنه الرئيسي يجدد العهد نعم الرابعة ولكن أنصار الرئيس يقول لك ها وعنده شعبية وعنده كذا شفت كل واحد من موقعه وإحنا أنظمة نتعني لا تعتمد على قياسات الرأي دقيقة فكل واحد يقول لك أنا يعني قيم يقول وعندنا في الجزائر كل واحد يقول فولي طياب معنا فولي فولي أحسن من تعالى الآخرين وبعد يقول لك أنا عندي شعبية ولكن الحقيقة يعني شيء اللي حاصل بهالمنطق غير معقول طيب بحال لم يترشح الرئيس بوتفليقة يعني حتى ساعة تقول بأن هناك معطيات تشير إلى ترشح بوتفليقة لكن في حال لم يترشح بوتفليقة كيف ستكون معطيات والله هو فيه كان مرشح سابق كان نفس الرئيس بوتفليقة عام 2004 له بن فليس إيلو أنصار لما نشوف الآن الساحة الإعلامية من حين لآخر نقاو يعني أنصار بن فليس يديروا لوائح في الجلائد يعني يشجعوه على الترشيح وحجم هذا النوع لحد الآن الوجه الوحيد اللي بارز يعني طيب في حالة ما يترشحش بيتفلقة ممكن نظام يرشح رئيس الحكومة الحالي أو شخص آخر شفت إذا كان يعني ما رضاش على هذا بن فليس فيه يعني كثير من في كذلك المعارضة بدها ترشح يعني ولكن كلمة الحسم دائما في تقديري أنها تبقى للنظام ومن يرضى عنه هذا النظام بغض نظر عن أن من يرضى عنه هذا النظام تكون كلمة الحسم له لكن هل من بداء القوية اليوم لدى المعارضة؟ للأسف المعارضة مقسمة جدا وكثير منها يعني يزكي الرئيس لأسباب مصلحية حزب مستفيد من الرئيس بده يبقى الرئيس حتى يضمن البقاء الاستفادة من الرئيس الحالي وما يمكن تشكيه مثلا كان واحد من جماعة حركة مجتمع السلم بده يترشح هذا مقري عبد الرزاق مقري بالفعل هو أعلن ترشحه؟ بس يعني بدأت بعد الأصوات من الحزب انتاعه يتقول بالهيانية ممكن يخلق له حركة مضادة حتى في حزبه علشان يعني يلقص من طموعه ويقلل من طموعه طيب يعني بقي تقريبا خمسة أشهر للانتخابات داخل الجزائر يعني من المفروض أن تتم هذه الانتخابات في الرابع من نيسان أو في الشهر الرابع في نيسان المقبل لكن سؤال لماذا حتى الساعة لم تتم لم يعلن بوتفليقة ترشحه؟ يعني هل هي لعبة تأخير وقت ربما لإحراج المعارضة أو ماذا؟ هو عودنا بوتفليقة أنه يتأخر كثير الآن ممكن في فبراير يعلن أو في أواخر يناير حتى يعني شايف حتى الأجال القانونية لحد يعني إلى أن تصل الأجال القانونية عودنا هذا أن يتأخر يعني في نفس الوقت بتحال لإرباك المعارضة وفي نفس الوقت يعني لكسب الوقت لحد ما يعني لصالحه لكن من المفروض أن تتم دعوة الهيئة الناخبة بعد أشهر يعني بعد شهرين ربما؟ يعني قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات لمعنى لحد الأدنى أو آخر يناير إذن دستوريات هذا الموضوع؟ يعني حتى يبقى محترم لدستور يخلي إلى آخر لحظة ليسمح بها دستور نعم طيب أستاذ محمد سنتوقف مع فاصل قصير نعود بعدها إلى متابعة الحدث ابقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدنا ونعود الترحيب ضيفنا في الأستودي الصحاف الجزائرية الأستاذ محمد عباس أيضا ضيف حفل تكريم ضمن الوفدة المشاركة في حفل تكريم المناضية للجزائرية جميلة بحيرد أهلا بك من جديد أستاذ محمد أستاذ محمد كنا نتحدث منذ قليل عن إمكانيات ترشح الرئيس بطفلقة لولاية رابعة هذا الموضوع ترشح بطفلقة لولاية رابعة برغم من حالته الصحية إن تم هذا الموضوع إلى أي مدى يطرح موضوع أهمية ربما تحديد الولايات الرئاسية داخل الجزائرية والله أنا من أنصار تحديد العهدة من زمان من الـ 91 صار في عسيان مدني قامت بها حركة جبهة الإنقاذ المحلولة في هذا الوقت أخذت موقف تحديدها بعد ذلك صار هذا التحديد العهدة إلى عهدتين بس عشر سنوات فيها براكة هذا محسوب صار توصية من المجلس من معهد الوطني للدراسة استراتيجية الشاملة وصبح قرار في عام 1996 صارت مادة في الدستور تحدد إلى عهدتين في 2006 لما بدأ أنصار بوتفليقة يرويجون لعهدة ثالثة أنا أتخذت موقف فقلت باللي محسوب كيف؟ كنت أنها أصبحت مادة في الدستور ما الذي حل بها اليوم؟ عدلت حتى تسمح لرئيس بوتفليقة لكي يسوي عهدة ثالثة أنا من أصار أنا ضد حتى العهدة الثالثة لأن حالة الصحية كانت بدأت عليه عرض المرض في عام 2005 طيب أستاذ محمد نطرح كل هذه المواضيع لكن اليوم ما هي حضود الإسلاميين داخل جزائر مع تنامي الحركات الإسلامية خصوصا في بلدان العالم العربي أليس هناك تخوف من هذا الموضوع؟ الحركات الإسلامية أصيبت بمراضين مرض الزعامة وأن كل واحد فيهم يريد أن يكون يصير زعيم وكذلك مرض المال صاروا دخلوا في لعبة المال والاستفادة والامتيازات فصار إلهم مصداقية كبيرة تعرفي لأن حتى الحركة تكون قوية لازم تكون موحدة مثل جبهة نينقاذ كانت إلى حد ما موحدة وما قدرت أثر كثيرا على النظام شفت أنها معسوبة بمجرد ما اصطدمت بالنظام القائم على المؤسسة العسكرية وأجهزتها المخابراتية تفككت يعني كانت جبهة الإسلاميين لقد تقول أنها فيل يكسر الدبابات امتع الجيش فصار فيل من الليغو بمجرد ما وقع أصطدم تفكر طيب الرئيس بطفليقة في الأوينة الأخيرة أحدث تعديلات دستورية معينة أيضا تغييرات حكومية وتعينات جديدة داخل الحكومة طيب ما هي فائدة هذه التعديلات والتغييرات إذا كانت الولاية الرئاسية أصلا ستنتهي لا والله هذه كلها ترتبات للعهدى الرابعة كيف؟ وارحة بأنها هذه كلها ترتبات رتب الأمور لصالح أنصاره نعم في جهاز الحكم والأنصار للعهدى الرابعة بصرف النظر على حالته الصحية بصرف النظر عن حالته الصحية كلها ترتبات اللي صارت في أكتوبر الأخيرة كلها ترتبات تعديل الحكومي وكلها لصالح عهدى رابعة بحيث سامحت له هذه التعديلات بش يضع رجاله في أهم المفاصل في الحكم طب أيضا هناك فكرة هامة يعني من المتعرف عليه داخل الجزائر يجب أن يكون رئيس جزائريا أيضا متزوجا لا هذا ما هوش نص دستوري ولكن عند الناس للانتباع العام أنا الرئيس يجب أن يكون متزوجا بحيث حتى في العهدة الأولى كنت أنا في هذا الوقت محسوب تقريبا موالي إلى حد ما لرئيس بطريقة فكانوا جيران يقول ليه ما هوش متزوج يقولوا نزوجوه يا أخي ففعل عند الغالب الرأي العام أنه لازم يكون متزوج ولكن ليس نصا دستورية ليس نصا دستورية طيب سنتقل الآن إلى الحدث اليوم في الصحف العربية ما هو السيناريو المطروح لجنوب 2 ولماذا تعزز الجزائر انتشارها العسكري على الحدود مع ليبيا ومالي وماذا يفعل جهاديون جزائريون في اليمن الإجابة في الحدث الحياة الإبراهيم وفلتمان يتوسطان بين النظام والمعارضة قالت مصادر ديبلوماسية غربية للحياة إن أحد السيناريوهات المقترحة في جنوب 2 أن يتوسط كل من الإبراهيم وفلتمان في المفاوضات بين ممثلين نظام والمعارضة في سوريا لتشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة بعد اتفاق الأطراف على جدول الأعمال المصادر أوضحت أن التفاهم الأمريكي الروسي للمؤتمر الدولي تضمن دعوة وزراء خارجية الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ونحو 25 وزيرا آخر بحيث تتضمن الجلسة الافتتاحية خطابات الوفدين السوريين والراعين للمؤتمر وتابعت المصادر أن اليوم الثاني سيتضمن بدء المفاوضات حيث ينقل الإبراهيم وفلتمان الرسائل بين رئيسي الوفدين المفاوضين وفي باريس قال مصدر فرنسي مسؤول إن روسيا تريد حصر الاعدادات لمؤتمر جنوب 2 بينها وبين الولايات المتحدة والإبراهيم وإنها ترفض مشاركة فرنسا مضيفا لن يكون المسار قابلا للحل والاستمرار إلا إذا كان هناك وضوح وفي غياب ذلك سيكون المسار منفصلا كليا عن الواقع وأشارت أوساط فرنسية إلى أن موسكو تريد الوصول إلى موعد أيار مايو المقبل لتنظيم انتخابات لإبقاء الرئيس بشار الأسد في الحكم لكن باريس ترى أن لا معنى لذلك بالنسبة إلى أي حل لأن إعادة انتخاب الأسد لن تحل المشكلة الشروق الجزائرية شبكات لتجنيد مقاتلين في اليمن كشفت مصادر مطلعة للشروق الجزائرية أن مصالح الأمن بشرت تحقيقات معمقة في شبكات تجنيد سلفيين للقتال ضد الحوثيين في اليمن بعد مصرع ثلاثة أشخاص من ولاية وادي سوف في الحرب الدائرة هناك وقد فجر القضية مقتل سلفي من الولاية الذي تم إقناعه من طرف شبكات التجنيد بعد أن رفض أحد الأئمة الترخيص له بالجهاد لكنه أخبر زوجته أنه ذاهب للقتال في دماج اليمنية ونصرة إخوانه من أهل السنة والجماعة معلومات الشروق تقول أن جهة في دولة عربية تتكفل بنفقات شبكات التجنيد العاملة في الجزائر وتدفع لها مبالغ مالية تقدر بثمانية ألاف دولار عن كل مقاتل يتم إرساله ما حفز ثمانية من شباب المنطقة قبل نحو ثلاثة أسابيع للذهب الحياة الجزائر تعزز انتشارها العسكرية على الحدود مع ليبيا ومالي قررت وزارة الدفاع الجزائرية بدأ عملية انتشار عسكرية جديدة تهدف إلى المساهمة في الحرب على الإرهاب وتأمين الحدود مع ثلاث دول مجاورة هي ليبيا نيجر ومالي مصادر مطلع قالت للحياة ان نائب وزير الدفاع الجزائري سيعرض خطة الانتشار في لقائن منفصلين مع قادة عسكريين في الجنوب يجريهما غدا الاثنين في سياق جولة ميدانية على الحدود الجنوبية ووافق الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على الخطط العسكرية الجديدة التي ستبدأ وزارة الدفاع بتطبيقها بدءا من الأسبوع الحالي وعلمت الحياة ان الفريق الصالح اكد امام الرئيس ضرورة تدعيم الانتشار العسكري على الحدود مع ليبيا بعدما تبين ان السلطات الليبية قد لا تتمكن في الاجال القصيرة من بسط نفوذها على مواقع حدودية مع الجزائر سد محمد الجهاديين والاصوليين موجودين على تقريبا مختلف حدود الجزائر هل تستطيع الجزائر اليوم ان تقي نفسها خطر الجماعات المتطرفة؟ انا شخصيا اجتميت منذ اللحظة الاولى بان هناك خطر كبير على الجزائر من ليبيا تعرف بداية التغييرات في بنغازي القوى اللي جاءت لبنغازي حتى تغير وضع استهدفة الجزائر مباشرة منذ البداية هذا مؤشر سيء بمعنى ان نتوقع عن ليبيا باش تكون مجال فسيح نظرا الانتشار لتعدد مراكس القوى وتفكك الاجهزة الرئيسية الاجهزة الرسمية ان تكون يعني مجال فسيح لتكوين ما شاء الله من هال الارهابيين المرتزخة الذين ممكن يستهدفون الجزائر في اي لحظة نعم ويستهدفون يعرفون بتحال مواقع الضعف في الجزائر اللي هي بتحال الصحراء اللي واسعة الانتشار وفيها كذلك فيها اهم موارد النفط والغاز في الجزائر يعني يعرفون نقاط الضعف في الجزائر فالإجراءات الأمنية اللي اتخذها الجيش الجزائري وسلطة الجزائرية تأتي في محلها تماما واختيار سليم لكن أستاذ محمد هذه الإجراءات العسكرية والإجراءات الأمنية التي اتخذت على الحدود الجزائرية كامل حدود الجزائرية خصوصا الحدود الليبية كما ذكر التقرير منذ قليل هل هي كافية لإيقاف خطر أو لإيماتة خطر هذه الجماعات المتطرفة؟ الشيء الكافي الدائم هو أن الإنسان يحصن جبهاته الداخلية معناه أن الأنظمة تقوي نفسها بالشعب لأن أي جيش بدون شعب ما يساوي والو لأنه ليس له سند فيعني الشيء الأخير في الجزائر ظهرت لائحة تقول بالإضرورة أن النظام يهتم بالجبهة الداخلية بمعنى أنه يواعي الشعب ويحسن علاقته بالشعب ويحترم شعبه حتى يجد شعبه أيام الشدة هذا الشيء الأهم يعني لو إحنا تكون فيها جبهة داخلية متماسكة بالجزائر لا يمكن أن نخاف أو يخيفنا أي خطر لا من ليبيا ولا من مالي ولا من المغرب طيب هل هناك حصانة على المستوى الداخلي إذن؟ لا ولا هذا فيه تخوف إلى درجة أنه فيه فئات من أنصار رئيس سووا لائحة يطالبون بضرورة اهتمام النظام بالجبهة الداخلية أين أصبحت هذه اللائحة؟ والله حديث تعهد لم أتابع بعد يعني نعم هذه اللائحة جديدة جديدة نتيجة التخوفات من الحدود الليبية؟ حدودنا كلها مفتوحة نعم فيه تخوف كبير من الحدود الليبية والحدود المالية كمان حدود مفتوحة فيه نوع من كما يقول البؤرة التي متكررة في ليبيا ومزعجة كذلك لأنه لها علاقة جزء من شعبنا في هذه المنطقة جزء من الشعب الجزائري في تلك الديار المنطقة طيب كنا نتحدث منذ قليل عن هذه الإجراءات الأمنية يقول التقرير بأنها على الحدود مع ليبيا لكن أليس هناك أيضا من خطر من الحدود مع تونس؟ خصوصا في مخص جبل الشعامبي والبؤر التي تونس محسوب حدودنا مع تونس ضيقة ويمكن التحكم فيها على عكس ليبيا واسعة حوالي ألف كيلومتر أو شيء أكثر من هذا النوع وفيها مناطق صخرية واعرة وجبلية يعني واعرة يعني يسهل ثم قريبة كذلك حدود ليبيا من الحدود نيجر نيجر الآن فيه يعني في نوع من التنسيق مع مالي ولكن غير كافي غير كافي مع ليبيا ما تقدر تنقص لي ما فيهش سلطة مركزية نعم مع تونس فيه إمكانية التنسيق طيب لماذا التنسيق مع مالي ليس كافي؟ يعني مالي للأسف يعني إرادته سياسية ليست حرة نعم معصوم مربوط بقواء أجنبية يعني كانت الجزائر حريصة دائما على علاقات متميزة بمالي ولكن في السنوات الأخيرة يعني كانت القواء الأجنبية أقوى من إرادة الجزائر ومن إرادة الماليين أنفسهم المصادر مطلعة لصحيفة الشرق الجزائرية كشفت أن مصالح الأمن باشرة تحقيقات معمقة في شبكات تجنيد سلفيين للقتال ضد الحوثيين في اليمن بعد مصرع ثلاثة أشخاص من ولاية وديسوف في الحرب الدائرة هناك أي في دماج في اليمن ما تعليقك على هذا الخبر والله إمكانية التجنيد في الجزائر متوفرة نعم لماذا فيه شباب كثير نعم فيه بطالة فيه يعني عجز في الأداء السياسي لهذه الأحزاب العتيدة ولكنها محدودة التأثير الفعالية ولا تلعب دورها كما ينبغي وحتى يعني المنظومة الدينية لا تلعب دورها كما ينبغي والمنظومة على السلطة كذلك لا تلعب دور منظومة دعائية للسلطة نعم ففيه يعني فضاء ومجال أن تجنيد شباب للأسف لأنه مطروك وشأنه فأحيانا الحاجة تدفع الإنسان إلى التطوع في مثل هذا وإلى يعني ابتحام مثل هذه المجاهين المؤسفة هناك ما هو أخطر من ذلك يعني بعض أمة المساجد يحذرون خلال خطب الجمعة وبالأمس أيضا في خطاب الجمعة الأخير كان هناك تحذير من أحد الأمة من مثل هذه المواضيع متجنيد الشباب أيضا ما هو أخطر يعني ما ذكرته هذه الصحيفة صحيفة الشروك التي تقول بأن هناك مصادر قالت أن زيارة الشيخ الصلوي للوادي قبل أشهر وهو أحد أعمدة المعهد وتذكر بذلك معهد علم الحديث للدراسة كان الغرض منها الاستعداد لتغيير اتجاه من الدراسة إلى الجهاد أين دور الدولة الدولة يعني منظومة دينية رسمية قائمة وإلى إمكانية كبيرة ولكن للأسف يعني لا تؤدي دورها الأداء المطلوب يعني في مثل هذا المواقف ففيه مجال للتسلل يعني لأن السلطة يعني علاقتها بالشعب مهزوزة إلى حد ما وهذا تخلي منافذ يعني طيب أيضا في هذا التقرير تقول بأن هناك دول عربية معلومات الشروق تقول إن جهات في دول عربية تتكفل بنفقات شبكات التجنيد هذه داخل الجزائر من من الدول العربية قد يريد تجنيد شباب من داخل الجزائر مع خصوصية لهذه الجزائر والله تعرف وتجربة الجزائر مع الجماعات الأصولية ما يجري في سوريا ما يجري في الجزائر أنه جزء من المال النفط العربي للأسف في الصباح يعني يمول أعمال ضد البلدان العربية يعني هي ذاتها الأياد الممولة أو الجهات الممولة داخل سوريا نفسها ورها قوى أجنبية أعظم هي مجرد أدوات للأسف يعني يعني هل هناك قصد لأخذ لجر الجزائر إلى هذه بوطقة السراعة هو فيها يعني بتبتحال في كذلك يعني واضحة مخطط لاستنزاف الجزائر استنزاف الجزائر كيف ما هو هذا المخطط حدودنا الآن كان مفتوحة في حركات تضطرنا أننا ننتشر وأننا يعني جزء من أموالنا تهدر في مثل هذه الأعمال بدل ما تخصص لبناء اقتصادنا بناء قوتنا بناء يعني حصولنا المادية والمعنوية طيب هل هو المخطط ضد الجزائر فقط إنما مختلف بلدان المغرب العربي إضافة إلى مصر والله تعرف الآن فيه أطماع كبيرة حول الساحل منطقة الساحل هذه غنية كثير بالنفط ومنطقة الصحراء الجزائرية جزء من هذا الساحل فيه أطماع كبيرة ودول القوية هذه المتنافسة تعرف أن منطقتنا هي في المجال الحيوي للحلف الأطلسي للأسف فيه فضاء كبير وفي حقيقة أن هذه الأياد الأجنبية تتحرك بدها يعني تتموقع بقوة في هذه المنطقة إلى أي مدى المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية قادرة على مواجهة مثل هذه الأخطار في حال تمت وهي تتم ولا المؤسسة العسكرية أو المؤسسة الجيئة أو نحن في تجربتنا في الجزائر لا يمكن أن تتفعل شيء بدون شعب أهم حاجة الآن أن نستطيع أن نواجه كل التحديات بجبهة داخلية متماسكة لأن إمكانية المقاومة في الجزائر قوية وكذلك استعداد الشعب الجزائري قوي بس يعني لما تكون أوضاعنا في مدى هذا الوضع لنخشى أن يكون مصيرنا كما العراق أو كما ليبيا برأيك أستاذ محمد لماذا في هذا الوقت بالذات منذ سنة ونيف هناك هذا الرواج للجماعات المتطرفة داخل المغرب العربي أيضا في بلدان عربية كنا لا نسمع بها داخلها عن هذه الجماعات المتطرفة مثلا صارت ليبيا ومالي هذه فضاء والنيجر والتشاد فضاء لتكوينها المجموعات المسلحة وأموال طائلة تبضق عليه أموال من الخارج وأموال من البلاد العربية نفسها فضلا على تعرفي ليبيا كانت عندها ثروات كبيرة يعني فصارت هذه الأموال كذلك طيب هذه البلدان ما المطلوب من هذه الجماعات ولماذا هذه البلدان العربية خصوصا قد تمول مثل هذه الجماعات هذه صارت وسائل في يد قواء أجنبية يهمها أنها تضرب الآن يعني استغلوا منذ بعض الأخطاء طيب صدام حسين الله يرحمه نعم فضربوا التضامن العربي صار كان في حد أدنى من التضامن العربي يمنع مثل هذه التشتت الآن صار يعني خطأت مداهمة عراق للكويت يعني ضربة في صميم التضامن العربي وبدأت الدماء العربية تشكل نوع من الحدود اللي يعطلها التضامن للأسف نعم لكن يعني السؤال كان أستاذ محمد هو هذه الدول تقول بأن هناك دول خليجية دول عربية تدعم هذه الجماعات المتطرفة طيب نفهم الدول الأجنبية الدول الغربية ما الذي تريده من هذه الدول على ساحل بالأسف نقول مثلا الآن أن بعض حتى قنوات تليفزيونات العربية صارت يعني امتداد لبعض القنوات الأجنبية نفس خط الافتتاحي نعم نشوف هذه فرانس فانتكات ولا البي بي سي بالعربية نفس الخط انتقنات مشهورة عربية يعني شايف يعني احنا للأسف نفعول بنا ولسنا فاعلين لو كان هذا المال العربي يوظف مثلا لخدمة الشعوب العربية ولأنظمة حقيقية ويعني عدالة اجتماعية وقوة عربية بأتمع الكلمة لها يعني يبدد مثل ما ابن عاقير استركة كبيرة فيبددها بدون طائم طب هل نستطيع القول بأن ما يحدث اليوم في مختلف بردان المغرب العربي هو نتيجة لما كشفت عنه بعض المصادر الصحفية حول اتفاقية اتفاقية بين فرنسا واحدة الدول العربية وهي قطر حول موضوع النفط وموضوع الغاز الموجود على الساحل الافريقي تعرف ان فرنسا تشتغل في اطار حلف حلف اطلسي مع امريكا تنسق مع امريكا يعني هذا البلد العربي او ذاك مجرد بيدق لكن فرنسا لا تتخوف ايضا من دخول هذه الجماعات متطرفة لبلدانها؟ احنا منذ فطرة ان هذه الجماعات فرنسا تضرب استقرار البلدان العربية تخدم فرنسا تخدم فرنسا؟ بيطاقية حال تخدمها اذا فرنسا لا تتحرك وحدها في هذه المنظومة؟ لا تتحرك تتحرك كحلف يعني بيطاقية حال هي تقريبا طالعة الحلف الاطلسي في المنطقة الساحل طيب الى هذه الامور اذا ما استطعنا نقول بانا نريد صورة عامة لمستقبل الجزائر كيف ترى مستقبل جزائر استاذ محمد؟ في ذلك كل ما يجري في المحيط مستقبل الجزائر هو في استقلال ارادتها في تماسك الجبهة الداخلية انتاحة في القوى الحية اللي حقيقة توصل الى مراكز النفوذ حتى تخلق هذه القوة فاذا احنا مثلا سرنا شعب متماسك يصعب على اي دولة تقترب منها يصعب على دولة عربية؟ لا لا دولة اجنبية حتى يصعب حتى على امريكا انت تقترب منها على هذه المسألة طيب الاستاذ محمد عباس نشكر لك حضورك اليوم في حلقة اخر طبع في استوديو الميادين كما نشكر حضورك ضمن الوفد المشارك بتكريم المناضي للجزائرية جميلة بحارد نشكر لكم مشاهدين حسنا المتابعة تلقاكم غدا السلام عليكم اشتركوا في القناة